لا حل يلوح في أفق أزمة العملية السياسية وشروط جديدة للكتل للعودة لجلسة مجلس النواب فاقمت من الأزمة وقد تعمق من الانقسامات بينها حيال ما حصل في المنطقة الخضرة والبحث عن من يتحمل مسؤولية ذلك الحراك السياسي الساعي إلى بناء تحالفات جديدة للملمة أطراف الشتات لم تنضج ثمرته بعد وهو ما زال في طور الحوار رغم حساسية الظرف الذي يمر به العراق اجتياز مجلس النواب تعقد المشهد السياسي أكثر الخلافات بين القوى السياسية زادت أكثر أيضا أنا لا أعتقد هذه المسميات الكتلة عابرة طائفية وجبة الإصلاح وغيرها بمفرد تستطيع أن تحل هذا التأقيد وإنما على قادة الكتل السياسية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والمحكمة الاتحادية أن تأخذ ذور بهذا الجانب وفي خضم الأزمة البرلمانية والحكومية تطلق بعض كتل التحالف الوطني الدعوة إلى إيجاد كتلة عابرة للطائفية والإثنية في وقت عجزت فيه عن حل مشاكله الداخلية لكنها تعتقد أن الفرصة ما زالت سانحة أمام التحالف للعمل وإيجاد الحلول أن إيجاد كتلة عابرة تشكل فضاء وحركة إلى الأمام هو أفضل ما يمكن القيام به في هذه الأثناء لكن ما زالت هناك فرصة لإيجاد دفعة أساسية يستفيد منها التحالف الوطني مما حصل لكي يفعل حركته ويتسق مع ما هو قائم رئاسة الجمهورية تحاول تقريب وجهات النظر السياسية من خلال اللقاءات بالزعماء السياسيين ورؤساء الكتل للخروج من نفق الأزمة لكنها تصطدم بتمسك الكتل بمصالحها لذا لم تكتمل رؤيتها وهي بحاجة إلى الاستماع إلى أغلب رؤى الكتل السياسية حتى يتسنى لها طرح مبادرة تمثل خارطة طريق عملية لغرض بلورة رؤية ناضجة وحل عملي ممكن أن يكون محل تفاهم جميع الكتل السياسية يحتاج الأمر أن يستمع الرئيس لوجهات نظر جميع زعماء الكتل وكذلك الآليات الممكن أن يطرحوها في سبيل معالجة الأزمة عندما ينتهي من الاستماع إلى وجهات النظر الجميع سممكن أن يتبلور لديه مبادرة ويقدم في سبيل معالجة الأزمة من بغداد وليد الشيخ الحرة